فحديقة كروجر الوطنية في جنوب افريقيا قرر الفهد انه يهاجم عائلة نيس كاملة كانت معدية من قدامه وده على امل انه يقدر يخطف احد الصغار ويفترسهم وبمجرد ما الفهد بدأ يقرب من اطفال النيس الصغيرين وقف النيس الاب وتصدى لهجومه بكل شجاعة وعلى الرغم ان النيس الاب نجح في اصابة الفهد باشواكه الحادة اكتر من مرة ولكن الفهد فضل برضو مصمم على الهجوم لاخر لحظة وده لغاية ما استسلم في النهاية من كتر الاوجاع اللي في جسمه وسبهم وهرب